موسيقى روسيا تطرد اربع دبلوماسيين نمساويين وتمهلهم اسبوعا للمغادرة النمسا تمنح مساعدات لمدينة ادلب وترفض تسهيل الحصول على التأشيرة المستشار النمساوي يعترف بارتكاب اخطاء في فترة جائحة كورونا لان معظمهم نساء وزير العمل يتراجع عن خطة تخفيض المساعدات الاجتماعية النمسا تمنح الجنسية لاكثر من 20 الف شخص نصفهم يهود الحكومة تسعى لجعل النمسا مركزا رئيسيا للمستثمرين الدوليين مرحبا بكم في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان اربعة موظفين بالسفارة النمساوية هم اشخاص غير مرغوب بهم وحسب بيان الوزارة تم استدعاء سفير النمسا في موسكو فيرنر ألمهوفر الى وزارة الخارجية الروسية اليوم وابلغ بان اربعة موظفين في البعثة الدبلوماسية غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة الاراضي الروسية قبل نهاية 23 فبراير يأتي ذلك ردا على طرد اربعة موظفين من البعثات الدبلوماسية الروسية في النمسا وهو ما اعتبرته موسكو خطوة غير ودية وغير مبررة وتلحق الضرر بالعلاقات الثنائية اعلنت الحكومة النمساوية تقديم ثلاث ملايين يورو للمتضررين جراء الزلزال في سوريا وتركيا عن طريق المنظمات غير الحكومية اضافة لمنطقة ادلب المتضرر بالشدة والتي لا يصل اليها الهلال الاحمر التابع لنظام السوري ورفض المستشار نمساوي نيهامر تسهيل بلاده منح تأشيرات الدخول للمتضررين وقال بدلا من تسهيل منح التأشيرات ينبغي دعم الناس في بلدانهم قدر الامكان فيما طالب عمدة فيينا لوتفيق استقبال الناجين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا لافتا الى انه يجب ان يحصل على تأشيرة النمسا بسهولة اكبر على غرار المانيا اقرر مستشار نمساوي نيهامر بان الحكومة ارتكبت بعض الاخطاء في التعامل مع ازمة كورونا على مدار ثلاث سنوات وقال نيهامر ان ابرز الاخطاء كانت فرض التطعيم الاجباري ولكن تم العدول عنه بعد فترة وجيزة وبرر المستشار ما حدث بان الجائحة تسببت في صدمة كبيرة للمجتمع وقادت الى التسريع في بعض القرارات وعززت الانقسامة في المجتمع مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على معالجة تلك الاخطاء في الفترة المقبلة تراجع وزير العمل مارتين كوخر عن اقتراحه بخفض المزايا الاجتماعية للعمال بدوام جزئي بعد التوضيح ان ثمانين في المئة من الحالات هم نساء وبحسب العديد من الخبراء اذا كانت الدولة ترغب في الحصول على عمل للنساء بدوام كامل فيجب تقديم خيارات رعاية للاطفال على مستوى البلاد وتأمين بنية تحتية للنساء وهذا يكلف الدولة وسياسة غير حكيمة وتعاني النساء من مشكلة انه يتعين عليهن استحاب اطفالهن لمكان ما في وقت عملهن منحت الجنسية النمساوية العام الماضي لاكثر من 20 الف شخص بزيادة 27.4% عن العام 2021 وحسب مكتب الاحصاء النمساوي كان من بينهم 9700 شخص يقيمون في الخارج من ضحايا النازية وبالتالي كانت الزيادة 12% فقط وحصل المواطنون من سوريا وتركيا على الجنسية في اغلب الاحيان وما يقارب من نصف الحالات هم نساء واضاف التقرير ان عدد السكان ينمو من خلال الهجرة فقط حيث تبلغ نسبتهم 25.4% من اجمال السكان اكد المستشار النمساوي نيهامر ان حكومته تواصل العمل لجعل النمسا مركزا رئيسيا للمستثمرين الدوليين وقال في منتدى يدعى استثمر في النمسا ان قضية التنمية وجذب الاستثمارات تظل اهم التحديات التي تواجه اقتصادات العالم في المرحلة الراهنة ولفتت الى ان النجاح الاقتصادي يتمثل في زيادة فرص جلب الاستثمارات الدولية الى البلاد والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للنمسا وسط اوروبا واشار الى ان الاستثمار الاجنبي يؤمن فرص العمل حيث تقدم النمسا افضل الشروط والحوافز الاستثمارية وتسهيلات تأسيس الشركات وقبل الختام ننوه ان انفقرات بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية اطلقت حملة للتبرعات للسوريين بعد الزلزال المدمر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا تعليقاتكم واراءكم كنت معكم انا افتخارا راعي شكرا لكم لحسن الاصغاء والمتابعة دمتم على خير اشتركوا في القناة